تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من سلب المدريدي اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد بالتعاون مع مجموعة آر أم فر أرب في تويتر ويوتيوب حلقة اليوم بعد المباراة المهمة مع إشبيليا المباراة اللي كانت لحسابات مباشرة بشأن الصدارة واللي بدأها كارلو أرشلوتي زي ما شفنا جميعنا بالتشكيل الأساسية تقريبا نفسها للعمة المباراة الماضية في دور الأبطال باستثناء أنه أسينسيو هو بدل رودريغو وهذا جدا متوقع لما تلعب مباراة لحسابات القمة أنك تدفع بالفريق الأساسي فيها فمن هون صعب ننتقد أنشلوتي على البداية المباراة خلينا نيجي من الآخر قبل ما نبلش نحكي شو صار فيها المباراة لما تيجي تطلع بتفاصيلها بتقول تعادل ربما عادل يعني إشبيلي رعم كان أفضل تكتيكيا في معظم فكرات اللقاء لكن ملا بشط الثاني ما خلق فرص بشط الأول خلق أكمل فرصة الريال ممكن خلق شيء قريب منهم فعادل تعادل عادل لكن هذا التعادل العادل لما ما يكون فيه جونيور في الملعب لما يكون فيه لعب عنده ما هو بفردية خالقة ورجله صارت تعرف طريق المرمى وكانت رحمة بالخصوم الموسم الماضي وقبله أنه ما كان عارف طريق المرمى هذا اللعب اتطور كثير وكل مباراة عم يعطيني إشارة جديدة اسمع أنا اتطورت هون واتطورت هون ومنها اليوم بتشوف جونيور رغم معاناته في اللقاء رغم أنه خروجه من اللقاء تسعين دقيقة تقريبا كان محاط كان معزول لكن رغم ذلك ضلوا بتركيزه ما استعجل ولما استلم الكرة لمحت فيه شيء مختلف هالمرأة هو من لحظة انطلاقه عارف شو بده يعمل مع عاد جونيور القديم اللي بينطلقوا بعدين يشوف شو يصير معاه لا لا الولد هذا صار استراتيجي الولد هذا أصبح نجم حقيقي في كرة القدم الولد هذا عم بتخيل لو ضل بمستوى السنة الجاي وجابه كليلين إمبابي على اليمين الله يعين الظاهرين والله يعين الدفاع على هيك مواجهة ريال مدريد أول عشر دقائق حاول يعمل فكرة أو خلوني أحكي اسمها خدعة كنا نشوف الكرة بتروح على اليسار بحيث جونيور اللي هو الثقل التكتيكي بالفريق مع مندي بنزيمة يروح فدفاع شبيلة يروح كله على جهتهم عشان يحاول يمنع ويكون عنده شوية ممالعة هناك وفجأة تلقى كروس أو مدرش بحاول الكرة لكارفاخال اللي بيكون عم شارب مدقت الجزاء أكثر من مرة كانت الفكرة حول كارفاخال كان المفروض يكون كارفاخال هو الفكرة الهجومية لكن خذل أنشلتي بهذه الفكرة إنه كارفاخال بيّن اليوم خارج التغطية تماما وشفنا أخطاء كثيرة بعد ذلك ورغم إنه العشر دقائق الأولى كانت مدريدية فيها النوع إنه مدريد هو اللي بيبحث عن الهدف هو الأسرح هو اللي بيقرب الكرة مدقت الجزاء جاءت الركل الركنية والهدف اللي بيظهر سوء رقابة غريب جدا من لعبية ريال مدريد رابا مير عم بيسجل الهدف الأول وبتقدم إشبيليا وبيدخل هون إشبيليا المباراة فلولا كورتوا في الدقيقة 12 أو 13 كانت المباراة خلصت ثم عارضة أوكامبوس اللي للعلم جاءت بعد تمريرة خاطئة من كارفاخال كارفاخال بدقيقة 13 خطأ ثم بعدها بعشر دقائق خطأ ثاني كان تركيزه ضعيف جدا اليوم كان سبب بإنه إشبيليا يبدو أفضل لأنه حتى في اللحظات اللي بعد هدف إشبيليا لما الريال بلاش يدخل أجواء اللقاء أو ياخد زخمه اللي كسر الزخم عدت التمريرات خاطئة من كارفاخال غير مفهومة وبصراحة لو ظل مستواه هيك لنهاية الموسم مع وجود فاس كيس أعتقد الريال لازم يستثمر بظهير أيمن لازم يدوره على ظهير أيمن يدفع في فلوس بما أنه إمبابي جاي ببلاش ريال مدريد معظم فترات اللقاء كان مش قادر يوصل لجونيور ويخليه بمواقف مرتاحة بمساحات زي الموقف اللي يوفي بالهدف كان مش قادر أبدا مودريد وكروس كان تواصلهم مسموح لما يكونوا في لصف ملعبهم لما يقربوا بيصيروا ممنوعين وبنفس الوقت مودريد وكروس كانوا مش قادرين يوصلوا لا لا بنزيمة ولا لجونيور ولا لا أسينسيو عزل كل الخطوط تفوق واضح اللي بتيجي في هذه المسألة خلى الريال تقريبا بلا أفكار للفرص ولولا تزديدة أولى بعيدة غير متوقعة صاروخية من ميليتاو وخطأ من الحارس ياسيد كان ربما الريال مات عادل اليوم وربما طالعا بنعرف لو أنه وصلت الدقيقة 887 ونتيجي 1-0 كان شبيليا حيكون موقف أفضل لأنه يرتد وما يكون الريال شوي متحفظ باندفاعه شبيليا كان مرتاح أكثر كان عم بنشوف أوكامبوس عم بنشوف أليخاندرو جوميز عم بيستلموا الكرة وبينطلقوا بأريحتهم ومع أظهرتهم عم بيربطوا كان عم بتفوق جوردان وراكتيتش أيضا على كروسو مودريتش من حيث المساحة والحركية كان كل هذا واضح في الشرط الأول والشرط الثاني بس فيه معلومة لازم أحكيها بشأن هدف ريال مدريد تقريبا ريال مدريد السنة هذه بتشوفه بيسدد أكثر من بعيد من أول مباراة تكلمت في هذا الموضوع أنشلطتي عم بطلب منهم يسددوا أكثر مع زيدان كانوا يسددوا أكثر أيضا كثير لكن هالمرة النسبة عالية تقريبا من كل ثلاث تزديدات لرقاء المدريد واحدة من خارج منطقة الجزاء وهذا أبدا مش هيكون صدفة لكن كل شكي كان يميل لصالح إشبيليا ما صنع فرص في الشوت الثاني لكن كان يبين أنه أكونيا عم بياخد مساحته عم بيهزن أسنسي وكان بخال بقوة شخصيته وحيويته نفس الشي كان يصير على الجهة اليمنى عند أوكامبوس فكان لابد من التدخل التبديلات اللي جاءت كان فينجا بدل مودريد وهذا كان لازم يصير شوي بدري لأنه خط وسط ريال مدريد كان عم بنهزم في الحركة والتحرك فكان لازم يلاعب بيقدر الحرك أكثر بيركب أكثر ثم جاء فالفيردي اللي كان بالأساس الفكرة الأولى تحته دفاعية قبل هجومية اعزلي هذا أكونيا امنع لي بهالحركة تحته ونجح فالفيردي تماما ينهي هذه المنطقة منذ نزوله الريال ما خلق تلك الكمية من الفرص بعد هذه التبديلات لكن احتوى إشبيليا رجع امتلك الكرة استلم الكرة وإنما تكون عندك الجودة فارقة لإلك بوجود جونيور بنزيمة وكروس وهيك العبين طبيعي جدا لما تسلم الكرة تسيطر على الكرة تقرب الكرة من منطقة الجزاء تقدر بلحظة تفوز زي ما صار اليوم لكن لو نيجي نشيل لقطة جونيور حتقول والله التعادل عادل لكن بالنهاية الدوريات ونبريات القمم تكسب بذلك تكسب بأسلحتك الفائقة تكسب بواحد مثل جونيور ما بقدر أحكي الإرهاق السبب لأنه إشبيلي عم بعيش نفس الضغط تعريع مدريدي إشبيلي لاعب أيضا دوري أبطال ومباراة مهمة ولعب بعشر لاعبين من أصل ال11 اللي بلشوا اليوم يعني زي ريال مدريد مع عادمونير حدادي اللي اللعب المباراة الماضية في دوري الأبطال واليوم لعب برافامير بالمقابل كان فيه لودريغو ولعب أسينزيو أنا بعتبر التفوق أكثر اليوم كان تكتيكي من ناحية أولى من عند لوبوتيجي كان قادر يعطي المفاتيح لعب ريال مدريد وفي المباراة الماضية أيضا كان قادر يواجه ريال مدريد بشكل جيد أيضا جاء كارفخال بعيد عن المستوى زي ما شوفنا يعني فيش نقاش في هذا الشيء أسينزيو كانت لما تيجي الكرة كان يكون مفيدة ببعض المواقف لكن بدون كرة تحس دائما حركيته وجريو شوي دائما متأخر وكاسيميرو في الشوط الأول مساحات تغطيته دائما متأخر فيها لما تكون معاه الكرة ويمرر تقريبا لدقيقة ستين لعن ما بلش يتحسن دائما عم بمرر للعبيه بمواقف صعبة كاسيميرو منذ بداية الموسم مرة بيلعب مباراة كويسة مرة لا أنا صرت أعتقد أنه كاسيميرو ربما محتاج نوع من الراحة الحقيقية أسبوع أسبوعين لأنه ما فيش جولة دولية الآن طبعا حتى نستناها ونقول بلكي ما استدعال منتخب لكن ربما محتاج قرار أنه راحة أسبوع أو أسبوعين أو ممكن أن شلوتي قرر شي ثاني بقولك أنا بتحمله لعندي العطل الشتوي اللي حتصير وبعد العطل الشتوي هو حيرتاح ويصفى بهنه ويرجع كاسيميرو اللي بنعرفه نوصل هون لنهاية حلقة سلبي مدريد كنت معكم أنا محمد عواد موجود فيسبوك تويتر انستغرام وضروري جدا نتابعوني على سلبي سبورت في اليوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة